موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة نبدأها من شبكة شام الإخبارية التي نشرت مقالا لزين مصطفى بعنوان القلمون فريد حتى بمعاركه فلا نتركه وحيدا حيث يقول الكاتب بأن معركة القلمون التي اتخذت مسمى معركة ذوبان الثلج أو الربيع تأتي في توقيت يكاد يكون مفصلي وحاسم ليس في هذه الرقعة الجغرافية بل الأمر يتعلق بترتيب أوراق سوريا كلها القلمون التي كان العام في نفس هذا الوقت تقريبا قد تم احتلالها من قبل ميليشيا حزب الله الإرهابي ومشاركة من حركة أمل اللبنانية إضافة لقوات الأسد وبعض الميليشيات الشيعية العراقية بعد معارك طاحنة أخذت من الوقت قرابة الثلاثة أشهر سبقها تمهيد إعلامي كبير كالذي يتم حاليا أما اليوم الخط العام للمعركة ليس كما تلك فالجهود يمكن القول أنها توحدت تحت الفتح والمساحة ضاقت والأراضي فيها ومن الوعور ما يجعلها بحاجة لما يسمى المعجزة من نوع لا تصدق والكثير من الخيانة والفائض عن الحساب من الخذلان حتى يتم الحصم فيها اليوم كما ذلك اليوم القلمون يجب أن لا يترك وحيدا ولا يكون الجبهة الوحيدة المفتوحة ولا ينأ الكثير بنفسه عن هذه المعركة فهنا المعركة تكسير عظم الحزب والنظام بآن معا فالقلمون اليوم بحاجة لجبهات تسانده تشتت التركيز الكامل عليه وما تبقى نتركه للأبطال على الأرض لن نضخم من الأبطال المتواجدين في الثغور فالواقع شيء والكلام الإنشائي شيء آخر ففي القلمون قلة قليلة يملكون من الإيمان والعزيمة ما يكفي جيوش وجحافل فهم يحملون في قلوبهم مصلحة وغاية أنبل من أن نقيمها أو نحدها بوصفة وتبقى القلمون بجبلاها وجرودها وأشجارها الفريدة فريدة حتى بمعاركها صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لمشار الذائدي بعنوان بشار قلق محتار تطرق فيه الكاتب إلى ظهور بشار الأسد الأخير أمام الجمهور والذي يهدف إلى رفع الروح المعنوية بعد هزائم قواته في الشمال والجنوب هذه الأيام ورأى الكاتب أنها محاولة قد تكون متأخرة يريد الرجل الذي قضى تفكيره على تدبيره أن يصور الأمر على غير صورته كعادته دوما وأن يهون من وقع الهزائم المتتالي عليه وعلى حزب الله اللبناني على الحدود السورية اللبنانية وبعد أن نوها إلى أن دوية العاصفة في صنعاء وعدن له صدى في دمشق وحلب وبيروت وبغداد أشار الكاتب إلى أنه ظهر بشار قليقا وجلا رغم أنه أراد تبديد القلق عن جمهوره وقاعدته ومما قاله بشار تعليقا على سيطرة المعارضة على إدلب وجسر الشغور شمالا وبصر الحرير جنوبا وحصار قواته وفي كلمات تفصح عن كثير من دفين المشاعر قال عندما تحصل نكسات يجب أن نقوم بواجبنا كمجتمع أن نعطي الجيش المعنويات ولا ننتظر منه دائما أن يعطينا مهاجما ما يفعله البعض اليوم من تعميم روح الإحباط واليأس بخسارة هنا أو هناك ثم وسط هتفات جماعته القلقة بدورها من أمام مدرسة ما خطب بشار وربما خطب لا وعيه الباطن فقال أنا لست قلقا ولا داعي للقلق ولكن هذا لا يمنع من التحذير من أن بداية الإحباط هي الوصول إلى الهزمة ورأى الكاتب أن هذا كلام يبعث على القلق وليس السكينة في صحيفة النهار اللبنانية نطالع مقالا لأمين قمورية تحت عنوان الفرصة الأخيرة أشار فيه الكاتب إلى أن مؤتمر جينيف واحد السوري خلص إلى وثيقة ظلت حبرا على ورق وجينيف اثنان انتهى قبل أن يبدأ لافتا إلى أن مقدمات ورشة حوار جينيف لا توحي بنتيجة أفضل إذ يبدو عبثا تغيير العقلية السياسية للسوريين بكل تلاوينهم السياسية والطائفية وأوضح الكاتب أن هذه المرة يذهب الائتلاف وهيئة التنسيق ولقاء القاهرة وما لفها من معارضات إلى المدينة السويسرية مستقوية بالتقدم الميداني للمعارضة في إدلب وجسر الشغور وأملة في أن تتدحرج الانتصارات نحو اللاتقية ودمشق أما النظام في المقابل يقول الكاتب إنه لا يزال يعيش في حالة إنكار للواقع لا يعير التغييرات الإقليمية المتسارعة التي باتت تصب في غير مصلحته أهمية ولا يعتبر التطورات الميدانية سوى زوبعة في فنجان لا تلبث أن تخمد ويراهن كالعادة على عامل الوقت أملا في أن يعيد عنف الإرهاب وتطرف فتح أبواب العواصم الغربية والعربية الموصدة في وجه دمشق كما يراهن ضمنا على فشل عاصفة التحالف العربي في اليمن على ذلك يقلب الموازين لعل ذلك يقلب موازين في اتجاه ريحه وخلص الكاتب لأن التوازن الميداني والسياسي الذي صار واقعا اليوم ربما يجعل جينيف الثالثة فرصة مثالية وأخيرة لإنقاذ سوريا من الأسوأ ولكن هل ثم تقتناع أصيل لدى أي من الأطراف السوريين بقبول الآخر شريكا والأهم هل يريد الرعاة الخارجيون فعلا خلاصا لسوريا صحيفة الدستوري الأردنية نشرت مقالا لياسر الزعاتري بعنوان بطولات حزب له تاريخية في القلمون حيث رأي الكاتب أن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يباشر في سوريا كما في اليمن دعم أقليتين تعتديان على مجموع الشعب وكيل الشعبين للمفارقة ثارى ضمن ما يعرف بالربيع العربي الذي سماه ولي أمره أو ولي أمر المسلمين صحوة إسلامية قبل أن يتحول إلى بؤامر أمريكية صهيونية حين وصل سوريا موضحة أن تعبير ولي أمر المسلمين هو تعبير نصر الله في وصف خامن أي واستطردت الصحيفة حيث تقول إنه الجنون بعينه جنون القوة وغطرستها الذي دفع الولي الفقيه إلى كسب عداء أكثر من مليار من المسلمين في معارك عبثية جرى إليها غالبية الشيعة العرب أقله بالدعم المعنوي ليضعهم في حالة تناقض سافر مع جيرانهم وهو الجنون الذي حول حزبا كان يحظى باحترام الغالبية إلى حالة مذهبية معزولة في لبنان والشارع العربي والإسلامي وقالت الدستور فليخطب نصر الله كما يشاء وفي كل يوم إذا أرد فلن يستمع إليه أحد غير مريديه إذا استمعوا بالفعل فقد مضى ذلك الزمن الذي كان الناس ينتظرون فيه خطاباته ليس لأنها كثرت على نحو ممل وحسب بل لأنها تتضمن مواقف وأكاذيب لا تثير غير الازدراء لكن الجميع سيظلون بانتظار لحظة العقل والرشد من الأسياد في طهران فهم من أطلق هذه الحرب المجنونة وهم من بيدهم وقفها لأجل مصلحتهم أولا ولأجل مصلحة عموم الأمة ثانية صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية نشرت مقالا لتايلور لاك بعنوان الأزمة السورية مكاسب المعارضة تخيفهم الأردن تعزز حدودها ضد الدولة الإسلامية حيث أشار فيه الكاتب لأن الجيش السوري الحر قد تلقى رعاية من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن صعود المتشددين الإسلاميين أجبر الأردن الذي يدعم المعارضة السورية ويسهم في استقبالها وتدريبها على التحول في سياسة مكافحة الإرهاب ويقول تايلور لاك في تقريره إن الأردن دعم خلال الأربعة أعوام الماضية المعارضة السورية لكن الإنجازات التي حققتها المعارضة في الأوينة الأخيرة لم تكن مصدرا لارتياح عمان التي تخشى من الدور الذي تؤديه الجماعات الإسلامية المتشددة ما قد يدفع الحكومة الأردنية لقطع الدعم عن المقاتلين وتبين الصحيفة أن الأردن يخاطط لتدريب أبناء العشائر في شرق سوريا من أجل مواجهة تنظيم الدولة منوها إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجب مع الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وتهدف لتدريب مقاتلين سوريين لمواجهة تنظيم الدولة أولا قبل توجيه أسلحتهم ضد نظام الأسد ويجد الكاتب أن الخاسر الأكبر من التحول الأردني هو الجيش السوري الحر الذي يضم عددا من المنشقين عن النظام ممن يعيشون في الأردن وقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية ودربت بعض فصائله موضحا أن الموقف الأردني يأتي في وقت بدأ فيه الجيش السوري الحر الذي عانى من انقسامات وخلافات بتحقيق انتصارات ضد الظلم ولكن من خلال التعاون مع المتشددين الإسلاميين الذي يرى الأردن فيهم تهديدا له وتختم كريستيان ساينس مونيتور تقريرها بالإشارة إلى أن مراقبنا سعوديين ومسؤولين في الدفاع يقولون إن سوريا لم تعد أولوية أولى لآل سعود فالجهود منصبة على تحقيق الاستقرار في اليمن قبل تقديم الدعم لسوريا نقرأ في صحيفة الدليل تليغراف البريطانية مقالا لروث شيرلوك بعروان سوريا التي اكتسبت جرأة تزيد من الهجمات بالبراميل المتفجرة على المدنيين وتقول الصحيفة إن تقريرا جديدا لمنظمة العفو الدولية أشار إلى أن إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معاقبة جرائم سوريا شجع دمشق على إسقاط البراميل المتفجرة وغيرها من المتفجرات على المدنيين سوريين ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية فإن القوات التابعة لبشار الأسد انتهكت بصورة واضحة القانون الدولي وأسقطت براميل مليئة بمادة التي أن تي المتفجرة من الطائرات فيما وصفته بأنه استهداف ممنهج للمدنيين وتقول الصحيفة إن الهجمات التي ضربت مدارس ومساجد ومستشفيات وأسواقا ومنازل خاصة في حلب زادت منذ قرار مجلس الأمن الذي كان من المفروض أن يضع حدا لها ونقلت الصحيفة عن فيليب روث مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله إنه منذ أكثر من عام مررت الأمم المتحدة قرارا لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة هجمات البراميل المتفجرة متعهدة بوجود تابعات إذا لم تلتزم الحكومة السورية وأضاف أن عدم اتخاذ أي إجراء فسره مرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على أنه مؤشر لأن بإمكانهم استمرار الهجمات على سكان حلب المدنيين دون خوف من العقاب نشرت صحيفة لاكرو الفرنسية تقريرا بعنوان تكرار استخدام النظام السوري لأسلحة المحرمة دوريا وأشارت إلى أن بشار الأسد كثف من هجماته الكيميائية لضثواري والمدنيين كرد فعل يائس بعد تلقيه للمزيد من الضربات الموجعة في المعارك الدائرة في سوريا وقالت الصحيفة في هذا التقرير أن النظام السوري لا يتردد في استعمال غاز لكلور ضد المناطق غير الخاضعة لسيطرته رغم أنه وقع في تشرين الأول 2013 على معاهدة حضر الأسلحة الكيميائية وأضافت الصحيفة أن الثوار يربطون بين تصاعد هذه الهجمات الكيميائية والنجاحات التي يحققونها على الميدان فبعد سيطرتهم على إدلب في الثامن والعشرين من أذر الماضي تمكنت قوى مشتركة من مقاتلي جبهة النصرة وأحرار الشام من السيطرة على مدينة جسر الشغور في الخامس والعشرين من نيسان وبحسب الثوار تعرضت سراقب وبنش وسرمين لعدة هجمات كان آخرها في الرابع من أيار الجاري وأسفر عن اختناق ثلاثين أو أربعين شخصا واعتبرت الصحيفة أن استنجاد النظام بمادة الكلور التي يسهل تحضيرها يعد آخر الحلول التي وجدها هذا النظام المثخن بالجراح فالجيش السوري يعاني الآن من وضع حرج في شمال غرب البلاد كما أن خسارته لجسر الشغور كان لها وقعا كبير عليه من الناحية المعنوية والاستراتيجية لأن هذه المدينة تقع على سفح جبل العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها بشار الأسد كما أنها توجد على الطريق المؤدية إلى الساحل معقل النظام السوري وأضافت في السياق ذاته أن جسر الشغور يستمد أهميته أيضا من كونه لا يبعد أكثر من ستين كيلو مترا عن مدينة وميناء اللازيقية الذي يعتمد عليه النظام لتلقي الإمدادات الغذائية والمساعدات العسكرية الروسية رغم أن الثوار لا يفكرون حاليا في مهاجمة هذا الميناء صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالا لعبد الوهاب بدرخان بعنوان هل تخلت أمريكا عن الأسد وهل أوقفت إيران الحرب من أجله؟ بهذا السؤال عنوان الكاتب مقالة وحيث قال فيه إن طوال الفترة الأخيرة كان السؤال الأكثر إلحاحا وغموضا أين إيران من الهزائم التي يراكمها حليفها في سوريا؟ موضحا أنه في أواخر شباط أو إلى آذار لم يسجل للإيرانيين أي إنجاز سوى إرسال حملة إلى الجنوب لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها المعارضة حول الدرعة ولكنهم اضطروا إلى التخلي عن هذا المشروع الذي انتهى بخسائر كبيرة لحزب الله وانتهى خصوصا بمجزرة الأفغان الذين وضعوا في الخط الأمامي للهجوم وبعد ذلك لم يسمع عن الإيرانيين سوى أنهم السبب المعلن لبداية التخلص من رستم غزالة رئيس شعبة الأمن السياسي أولا بضربه وفسخه وصولا إلى موته المبرمج ورأى الكاتب أن الإيرانيين لم يعودوا مقتنعين بجدوى أي دعم فصحيح أنهم لا يزالون متمسكين بالنظام إلا أنهم مضطرون إذا الاعتراف بأن النظام بات عاجزا عن تأهيل نفسه وبأنهم لم يتمكنوا من إعادة تسويقه حتى في إطار المشاركة في الحرب على داعش واعتبر الكاتب أن وراء هذه التطورات تغييرا أساسيا في المناخ الإقليمي سواء منذ بداية عاصفة الحزم في اليمن أو لانعكاسات المتوقعة لاتفاق نووي تريده إيران تتويجا لتوسعها في تصدير الثورة والقيام باختراقات في الحالم العربي مشددا على أن الوضع المستجد في سوريا بات نتيجة طبيعية للحال التي أشاعتها عاصفة الحزم كما لو أنه الخطة الموازية والمكملة لما يحصل في اليمن جريدة حبر نشرت مقالا لإسماعيل الامطير الثورة بين الشخصنا والمناطقية حيث مما لا شك فيه أن طوال المدة التي استغرقتها الثورة السورية حتى اليوم تجعلنا نبحث عن أسباب تأخور النصر وخصوصا مع ما يحدث على أرض الواقع من تبدلات وتطورات تجعلنا شبه عاجزين عن توقع النتائج فهناك مئات وربما آلاف الألوية والكتائب المقاتلة على الأرض ومع ذلك لا نلاحظ رابطا صريحا يجمع تلك الفصائل تحت راية واحدة وهدف واحد ربما كانت التركيبة التي تبنى عليها غالبية الفصائل تخضع لمعايير شخصية ومناطقية فاللواء الفلاني يقوده فلان وينب عنه أخوه ويدير معاركه ابن عمه ويتحدث باسمه ابن أخيه لتتحول شجرة العائلة بكاملها إلى شجرة قيادات لاعتبار فيها إلا للقرابة والصحبة دون الكفاءة والقدرة على القيادة وبالطبع تأتي مصلحة العائلة الكريمة قبل كل شيء ومن ناحية أخرى نرى بعض الألقاب التي انطلقت منذ بداية الثورة وهي معروفة لدى الجميع وربما كان أشهرها لقب حجي الذي يلحق به دوما اسم منطقة أو مدينة ينتمي إليها ذلك الحجي والهدف من ذلك هو ربط منطقة معينة بشخص الحجي لينفتح الباب أمام مصرعيه كل متسلق من تلك المنطقة ليتحدث باسم الحجي ويضرب بسيفه ساعيا إلى إيجاد قرداحة جديدة لكن كل المشكلة الحقيقية في تلك المناطقية تتجلى غالبا في تقاعس كثير من الألوية عن نصرة المناطق الأخرى فنرى ابن حلب مثلا لا يقاتل إلا في حلب وابن ريفها لا يقاتل إلا في منطقته في الواقع لا يمكن أن نعود ذلك مشكلة عندما نقاتل في مناطقنا التي على خط النار ولكن المشكلة تكمن في اعتقاد ثوار المناطق المرتاحة نسبيا أن مهمتهم انتهت بتحرير مناطقهم وأن على أهل كل بلدة تحرير بلدهم دون مساعدة من غيرهم هؤلاء يتنسون أن تحرير بلدة لا تحتوي إلا على مخفر شرطة فيه عنصرين ونصف يختلف تماما عن تحرير منطقة تحط بها الجبال وعليها كتائب النظام المدججة بمنفقيتها وصواريخها ذلك الأمر الخطير هو ما جعل مدينة حلب قاب قوسين أو أدنى من الحصار في يوم من الأيام وقدم النظام على طول الطريق من خناصر ووصولا إلى نبو الوزهرة لقد تبين خلال الفترة الماضية أن قوتنا تكمن في وحدتنا وهذا ما لمسناه في معارك الريف الشمالي بحلب ثم في تحرير مدينة إدلب بعد أن اجتمعت الكلمة على نبذ الخلافات والانتماء والانتماءات المناطقية ثم الالتفات إلى الغاية الأسماء لأن تلك الخلافات مجرد رغبة صابون لابد أن نزيلها أما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل ذئب من الغنم القاسية أما آن لنا أن نتحد بهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة